نوصل لفقرة مايرايتس مع المحامية ناديين خوري أهلا وسهلا فيك دايماً منحكي مع حضرتك عن موضوعه ومنرجع منعيده ومنكرره وبعدنا لهلأ يعني عم نمشي مش إنه خطوة خطوة ربع خطوة مع ربع خطوة وهو عن حقوق المرأة بالقانون اللبناني طبعاً الجمعية الأهلية إلا دور كتير كبير بأنه تشتغل على هالموضوع ودايماً تحرك هالإشحافة شوي بحق المرأة ولكن قدي عم بيكون فيه نتائج؟ لي عم بيكون فيها الأضبط بتحديث أو استحديث أوانين جديدة أو تحديث الأوانين القديمة وتنفيذها؟ يعني هاي دي المشكلة الكبيرة ما في شك إنه أوانين متعلقة بحقوق المرأة عم بتكون بدرجة تانية إذا بديك من الأهمية لما تنترحها مجلس النواب وخاصة إنه اليوم ما عنا سيدات بمجلس النواب كافية عددها كافية لحتى يشكلوا لوبي ليشتغلوا على حقوق المرأة داخل مجلس النواب وبالتالي في كتير إشياء محصصات سياسية كلنا منعرف تمروا قبل هايدي المواضيع وفي عنا قوانين بعدها متعلقة كمان بتقليد قديمة في أحوال شخصية قانون الأحوال الشخصية اللي بعد ما تعدل في كتير مواضيع يعني كمان معلقة بالطواف كتير صحيح لأنه نظامها كمان طائفة وكل الكتل النيابية بتطبع لطواف معينة وبالتالي إذا قانون الأحوال الشخصية بعد ما تعدل ما عنا قانون الأحوال الشخصية على قليلة اختيارة لحتى الناس تقدر تطبع يشيئة إرادتها بتروح لقلو فمن هون كله معلق ببعضه إذا بدي متر ليش الأوانين معلقة بشكل مباشر بالطواف يعني ليش ما بيتغير هالوضع هل في رؤية لهالموضوع هل في حديث بهالموضوع ليه دايما هل يعني كأنه الدين والأنون معلقين ببعض صحيح هو صار فيه محاولة سنة 98 رئيس ليس لهراوي قدم مشروع أنون للأحوال الشخصية الاختيارة ولكن شو يعني؟ صوتوا عليه 22 وزير وأنه ما موصل على مجلس النواب لأنه كان فيه مجموعة من الرجال الدين عارضت هذا الموضوع يعني عم بيكون فيه مواجهة أول شيء مع الرجال الدين بخصوص قانون أحوال شخصية اختيارة شو يعني قانون أحوال شخصية اختيارة؟ هو بالنسبة لأنه الأوانين اليوم فيه تفاوت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل فيها لأنه المدني بيعطي حق بالمساوات بين المرأة والرجل بكل شيء متعلق فيها بالطلاق بالزواج بعقد الزواج تعديدا بالأولاد بالقرث بكل شيء بس اليوم بعدنا فيه تفاوت بهذه المواضيع بالمذاهب يعني بين الإسلام والمسيحية طواقف الكريمة اتنينتهم فيه تفاوت بحقوق المرأة بينتهم بحسب المحاكم كمان اللي بيتبعوا لألا إذا صار فيه أي قضية الديمان كان طلاق أو نفقة أو أي قضية تانية أكيد رح مندخل بالتفاصيل أكتر ورح منشوف كمان حسب المحاكم مثل ما تفضلتي وذكرتي ولكن الأكيد هو أنه بالتنين في بعض تأثير بحق المرأة في بعض أشياء المرأة عم بتكون كتير ضدها وكتير لصالح الرجل وهذا الشيء كمان نحن أذا بدنا نحكي اجتماعيا وتربويا عم بيأثر على العيلة بشكل مباشر جدا خلينا نباليش شوي بالأشياء الهيكي الإيجابية خلينا نحكي شوي عن التعنيف خلينا نحكي شوي عن قانون 522 اللي حاليا كتير في مطالبات فيه بأنه ما يعود المختصب يتزوج ضحيته وينعفها يعني هذه شغلة فعلا كتير قوية بعدها بالقانون وكمان التعنيف شو هي اللي تغير فيهم شو هي اللي عم يتغير فيهم قانون حماية المرأة من العنف الأسر يلي أكر بالألفين وارباة عشر أحدى الصغير كتير كبير بعدة مواد من قانون العقوبات تعدلت وأهم أنه العقوبة اللي كانت تنزل بالرجل اللي بيعنف زوجته لحديت أنه تموت تسبب بوفاته صارت خمسة وعشرين سنة حبس أدى كانت قبل؟ كانت عشر سنين أول شيء وعشر سنين بزور يعني ما عم بيكون فعلا بالحبس لا يعني عم بتدخل عدة اعتبارات تعرفين في اعتبارات سياسية بيكون شخص مضعو من أحد السياسيين بيصير فيه تخفيض للعقوبة بطريقة معينة أو بيجيبه أنه عنده إعاقة عقلية مثلا عمل هالشي عن غير يعني بتعرفين فيه عدة أشياء ممكن أنه يتقدم فيها الدفاع عنه لهذا الشخص محام الدفاع ولكن كمان يعني إذا فيه خلينا نقول نحن ما عم نهجم حدا طبعا ولكن إذا فيه عمل صحيح وإذا فيه عمل أنوني هالتحجج بالأمراض النفسية يعني ما بقى مسموح أنه موجودين الأطباء النفسيين معالجين النفسيين وينما كانوا بكل المحاكم وفيه كمان الأشخاص اللي بياخدون كطبيب أو معالج خاص يعني ما رح فيها تتعارض بقى هالأمور قد يبعدوا بيتخذ هالموضوع بعين الاعتبار أو حتى أوقات اتهامات الإمرأة بأنه هي عندها أمراض نفسية فمن شان هكي بتتخلى أنولادها أو أوقات هو بالأنون فيه بيبقى أعزار معينة ممكن أنه يتقدم فيها محام الدفاع تعرفي يعني اليوم المحامة بديه يدافع عن موكله بكل الصبل المتاحة لقاله طبعا ضمن الأنون وفيه عدة أعزار ممكن أنه تتقدموا لأنه يلي أول شي بفكروا فيه اللي هو أنه عنده مشكلة نفسية أو عنده إعاقة بمحل معين لحتى يخففوا عنه هالعقوبة يلي هي يعني مقربة موجة بالأنون السجن على مدة طويلة يلي هي خمسة وعشرين سنة بس هون عم نحكي عن قتل وقتل عن قصد يعني فما بعرف هو عادة القتل عن قصد بالأنون مش للزوجة لأي شخص تاني شو بتكون عقوبة حسب إذا كان عمدا هو بيكون الأعدام بس أكيد بالنان ما عم بيتطبق أو مؤبد لأنه نحن عم نعرف أنه في حقوق الإنسان كمان وما حدا قاله حق يعني يلغي حياة إنسان تاني بقرار منه لأنه هذا مش إطرابنا بالنتيجة بس تعرف مؤخراً باللبنان عم بيصير في كتير جرائم قتل يعني إذا بدك فينا نصنفها بالعشوائية يعني صار مين ما كان في يحمل سلاح ويقتل هون بدنا نرجع شوياً نضوع على هذا الموضوع ما عم نحن عم نشجع عقوبة الأعدام بس على القليل يكون في عقوبة بيستحقى هذا الشخص لحتى يتعلم وتتنفس غيره صح هيدا الأهم يعني وهون بعدنا يعني منقول مع كل العمل اللي عم يعملوه الجامعيات الأهلية ويلي من قللون عن طيون عافية طبعاً وصلنا لـ 25 سنة ولكن بعدها وكأنه المرأة منا مثل أي إنسان تاني يعني وبعدها هالعقوبة أقل بكتير من أي جريمة أخرى مع أنه هي لازم تعامل وتعاقب على أنها جريمة عادية خلينا نصل للأنون 522 بعضنا عم منطالب بس بعد ما صار شيلة هلأ هل في أمل أنه يتغير؟ أكيد إن شاء الله قريباً بس يرجع مجلس النواب لجلساته العادية وحتى يطرحوا هذا القانون لأنه تعرفي دايماً القوانين مثل ما قلنا المتعلقة بالمرأة عطول بتجي بدرجة تانية صحيح لأنه فيه كتير أمور أهم سياسية فإن شاء الله بالجلسات القريبة يعني فيه بوادير خير إن شاء الله عم يحكوا أنه هذا شيء بعضهم عم بيتابعوا فيه يعني لجلس الإدارة والعدل عم بيتابع هذا الموضوع مع مجلس النواب لحتى يلغوا هذه المادة نهائياً هون يعني إذا عم نحكي عن اختصاب نصل شوي للطاعة الزوجية هالطاعة الزوجية اللي بتشمل كتير أشياء ومن ضمنها وكمان اختصاب الرجل لزوجته من دون موافقتها أو بالقوة أو غيره شو بتشمل الطاعة الزوجية هالجملة هيك المبهمة هل هي موجودة بالقانون الأحوال الشخصية إنه يجب أن تطيع المرأة زوجها كأنه هو يعني والي عنها أو وصي وبالتالي كأنه هي ما عندها قدرة إنه تقدر تدير شؤونها أو حياتها شخصية أو ما عندها شخصية لحتى تدير أمورها فبالتالي هي موضوع كأنه عادي يعني إنه هي الطاعة لا يجب أن تطيع الزوجها وحتى هالأمور موجودة بالقانون إنه بدأت تنتقل معه على مكان سكنه وين اسمه بنتقل كيودة اللي كانت مسجلة أساساً على اسم أهله كمان تنتقل معه بالزواج يعني ما عندها أي إرادة بهذا الموضوع يصل أوقات هالموضوع أنه الزوج يمنع زوجته من أنه تظهر من البيت بيمنعه من أنه تروح تشوف أهله بيمنعه من يعني كذا شغلة هل هل أنه يمشي على الكل؟ على كل طوايف؟ هذا أيضاً هو هيك حقيقة بس مش الكل بعضهم يعني اليوم تصار عنا شوية تقدم إذا بدك بطل اجتماعياً عم بفكروا بهذا الموضوع اجتماعياً نعم بس البشع صحيح بس قانونياً بعدنا محل صح هذا عنف قانوني إذا بدك يعني اليوم تصمى المرأة بالناشز إذا ما طاعد زوجها أدي التعبير كثير بشع بالمجتمع كأنه هي ليست صالحة بهذا المعنى أكيد طبعاً يعني حلو هذا العنف القانوني حلو كتير هالكلمة اللي استعملت هذا هو ترجمة للنصوص المشحفة بحق المرأة واللي حتى لهذا إذا بدك في مادة بقانون العقوبات تحكي عن الزنا المادة 488 هي تحديداً أنه الفرق أنه الزوج يلي بيرتكي بهذا الجرم برات البيت يعفى من العقاب وإنما هو يعاقب فقط إذا كان داخل المنزل أو علنا منما أنه هذا الشيء ما رح يصير وحتى بالعقوبة أنه عبيعفوه هايداً بطريقة بطريقة انديراكت لا مباشرة صاري تتني بطريقة بكتير سهلة ساعتا حتى بالعقوبة يعني هي تعاقب لحديث ثلاث سنوات أما هو يعاقب لحديث سنة حتى بطريقة الإثبات إذا هي يثبت بكل شيء ضد كل وسائل الإثبات وإنما هو بس بالكتابات أو بالرسائل حددوله بطريقة كتابة أو بالرسائل يعني إذا المرأة أي شيء نلقت عليها حتى ولو مش صاير لا الإثبات أنه عاملة هذا الشيء بكل وسائل الإثبات فيه جيب شو مكان أي وسيلة وإنما هو حددوله إيه وإنما حددوله لأله شوية الوسيلة يكون خطية مثلا رسائل أو شيء بالأحوال الشخصية كمان فيه أمور كتير مشحفة المرأة هنا عم نحكي عن الزنا الزنا هو بالجزء يعاقب كأنه وجارين جنحة صح جنحة بالأحوال الشخصية كمان بعد فيه أمور مثل ما كنا عم نقول التيلة حدس ولا حرج حدس ولا حرج عم نحكي عن طلاء عم نحكي عن الحضانة عم نحكي عن الزواج المبكر عم نحكي كمان عن الطاعة الزوجية اللي ذكرناها سابقا وشو كمان بعد فيه فيه عندك القرث القرث عنده كمان بعد فيه فرق حتى كمان بين الطوايف يعني بين الطائف الإسلامي الكريم وبين الطائف المسيحية كمان فيه فرق هلأ هي عند المسيحيين هنتنينتهم متساوين الرجل والمرأة بالنسبة للقرث وإنما البعض فيه هذه العقلية أنه هالأموال اللي هي تابعة على البي بدأت تنتقل للأبن ومنه إلى الحفيد اللي هي ورطة العائلة يعني في أهل قبل ما يوصلوا للوردة بيكتبوا مضبوط لحتى ما تنتقل الأموال للبنة لأنه هي رح تصير على اسم شخص تاني وإنما هدول لازم يضلوا للعائلة فهيك بتصير أنه بيحرموها لأكل كرميل يعطوا خية ما دون بيعتبروا أنه ما في ساعة أبدا بقرارات المرأة الطلق والحضاني يلي هو فعلا هالجدل البيزنطي يلي عم بيصير حتى بالمحاكم محاكم الروحية أو غيرها يعني مشاكل كتير عم بتصير من وراء الطلق والحضانة الأولاد هذا الشي كتير عم بيأثر على الأولاد ذكرنا شوي هيك سريعا حتى هون بالحضانة في تفاوت كمان بين الطائفتين منهم سبع سنين للصبع وتسع سنين للبنة أو سنتين أو سبع سنين للبنة كمان بتفرق وهون بيدخل العمل الاقتصاد أو المادة للمرأة اللي ما بتقدر بكتير أحيان أنه تقدر تحصل على أولادة لأنه بيكون زوجة يعني معه كتير مصاري وبيقدر أنه يوصل للي لهو بده يبي أشطها أولادة يعني فيه أمور كتير هون الشي المادة ما تريد يلعب دور يعني إذا هوني عم بيقولوا أنه هالسيدة والنفقة نحنا بنعرف قديشها للمرأة ماشي مهم قديش مهم بالأربعمية أو خمسمية تألف بعضا إذا السيدة ما عندها المال الكاف أنه تربي أولادة والرجل مرتاح ماديا هل هوني بالمحكمة بنلعب دور أو هوني هالموضوع بيلعب دور أنه بما أنه الرجل مرتاح أكتر خليوني يعيشه بطريقة اجتماعية أرقى شوائي مع المنبي حسب شو بتحكم المحكمة بالنتيجة شو القرار اللي بيصدر عنها بس بيتاخذ هالشي بعين أكيد أنا قادرة أنه تربي أولادة بطريقة يعني مدارس أو شو ما كان هذا الحاجة الأساسية اليوم أتكالنا عليكم أساد زي وخصوصا على المحاميات السيدات مثل حضرتك لحتى يضلوا وما يوقفوا بالمسابرة لحتى ناخد كل الحق وما رح نحكي عن الجنسية هذا موضوع طويل طويل شكرا لوجودك معنا المحاميين دين خوري أحلى سلام عليك وقف سريع متابعة مع فاشنستار لك أعدي سريجيزي